شوف السيدة النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه مهموما حزينا من ثقة للأمانة التي تحملها بكلمات طيبة يعني أسلجت صدر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة مولانا وأهمية الزوجة في حياتنا الزوجة يتخلى حياتك جنة يتخلى حياتك جحيم زوجة الصلاحة بقى زوجة الصلاحة بتخلىها جنة وغير الصلاحة بقى ربنا يسلمنا يا رب لأن يعني أنت في البيت أنت بتشتغل برة وبترجع بيتك والكلام ده فأكيد كلمة شغل يعني معناها في متاعب في إرهاق في مجهود ففكرة إن البيت يبقى دايما سكينة وطمؤنينة وترجع تلاقي دايما زوجة بالشكل ده لو كويسة وبنت حلال وفي صفات السيدة خديجة أكيد هتبعيش في جنة والعكس صحيح أيضا فدي رسالة لكل حد النهاردة بتفرج علينا زي ما حضرك أضم صوت رسالة حضرك رسالة لكل الزوجات يعني يتعلمنا من أمهات المؤمنين رضي الله عنه الزوجات أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا السيدة خديجة كان بيتعامل إزاي مع سيدنا محمد كان ييجي مهموم من برة يعاديه قومه يتطاول عليه قومه يعني بما تطاول عليه كان يعودوا إلى البيت فبكلماتها الطيبة تسلج صدر النبي وتخفف عنه المثل يا مولانا اللي بقول أخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك مش عيب لا صبع نحن بنتعلم أوت إن السيرة خديجة أم المؤمنين كمان هي اللي بعثت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأت فيه إنه صالح وأمين والصادق وكل الصفات الجميلة يعني مش عيب أبداً الإنسان يدور على عريس اللي بنته طالما شايفه حد صالح